أصيب بشلل النصفي بعد الحجز على أمواله وأثار غضب عبد الناصر بسبب نكتة إسماعيل ياسين فنان كوميدي أضحك الملايين من العرب والمصريين عاش وحيداً مع الآلام يعايش الدموع والأحزان بالرغم من أنه كان يدخل البهجة إلى قلوب الملايين وبرغم رحيله إلا أنه ما زال يضحك الملايين حتى الآن ولد ياسين في مدينة السويس في مثل هذا اليوم في الخامس عشر من سبتمبر لعام 1912 بدايته الحقيقية عام 1954 قدم أول مصرحياته باسم حبيبي كوكو اتجه إسماعيل ياسين إلى السينما وكانت أول أفلامه مع بداية المخرج صلاح أبو سيف فأول أفلامه شورت ليقدم بعدها وخلال مشوار سينمائي أكثر من 500 فيلم حرس إسماعيل ياسين في البداية على أن تتضمن أفلامه قضايا وطنية فأدم بعد الثورة سلسلة أفلام تحمل اسمه منها إسماعيل ياسين في الجيش إسماعيل ياسين في البوليس في الطيران في الأسطول في البحرية ومع قيام ثورة 23 يوليو أعلن فنان الكوميديا إسماعيل ياسين تأييده التام للثورة حتى أنه تبرع بمبلغ 2000 جنيه إلى الحكومة لدعم المجهود الحربي حصل على خطاب شكر من رئيس الوزراء جمال عبد الناصر قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية بالرغم من تكريم عبد الناصر لي إلا أنه بسبب نكتة قالها اضطهدوا المسؤولين في عام 1966 بدأ حالة من الإفلاس وضيق الحال بسبب غضب الرئيس عليه بدأت القصة لما طلب عبد الناصر من إسماعيل ياسين الترفيه عن الرئيس اليمني عبدالله سلال ليلقي عليه نكتة سمعها من الكاتب عبد الحميد جودة الصحار بتحكي عن راجل بيروح كل يوم لبيع الجرائد يقرى العناوين ويمشي من غير ما يشتري أي جريد وفي يوم الأيام سألوا بيع الجرائد عن السر ده فقاله أنه مستني يقرى خبر وفاة شخص ما فقاله البيع أن خبر الوفاة هيتنشر في صفحة الوفيات رد إسماعيل وقال خبر الوفاة اللي أنا مستني هيكون في الصفحة الأولى علم الرئيس بالواقع غضب منه غضب شديد ومنعه في أول الأمر من تمثيل أدوار السيدات ومنعه من التعامل مع المسرح العام والسينما وحجزت الدرايب على فيلته وعلى رصيده في البنك واللي كان بيبلغ حوالي 200 ألف جنيه ليصل رصيده بعد الحجز إلى 2 جنيه وهو ما تسبب في إصابته بشلل نصفي لفترة وبعد علاجه اضطر إلى العمل في الكباريهات من أجل سد احتياجات الحياة فعيش في شقق إيجار صغيرة في الزمالك وعمل في كباري شهرزاد لتقديم المونولوجات مقابل 300 جنيه في الليلة إلا أنه لم يستمر إلا أياماً ليرحل وهو لا يملك مدفناً ودفن في مدفن شوئي كوسة صاحب كباري شهرزاد